أخيرا حث الرئيس النمساوي أليكسندر فاندابلن حث المواطنين على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي فلال مهرجان سالسبورغ وكسر الفقاعات الاجتماعية والحوار مع المختلفين وقام الرئيس أمام الحضور بفتح هاتفه ومتابعة حساب خصمه السابق نوربرت هوفر على تويتر ودعه لمتابعة ناشطة الملاخ السويدية جريتا ثومبرغ وقال التعامل المحترم مع بعضنا يجب أن يصبح قويا ودع المواطنيين لزيارة الأماكن الاجتماعية والتواصل لتعزيز التفاهم والتعاون بين أفراد المجتمع وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا في النمسا أو أطبع أن نكتظر أغيم تشف أعوم أعطين من أجد مايضا أعطين من أجد دعيز النمسا أو أعطين من أجد أعطين من أبوذان من أجدهم في هذه الأطفال نحن نرى من أشخاص الحقيقيات التي لم يكن لدينا أخرى في رأينا و في هذه الأطفال نحن نرى مجتمع من أشخاص الحقيقيات وأنتم إلى أي حد تستطيعون التواصل مع من يخالفونكم في الرأي كانت هذه نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم قدمنا لكم من إنفو جرات النمسا ميديا لا تنسوا تحميل التطبيق على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا هيفة ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله